شيف طلاب بالنسبة لهذا القوشن اللي هو 80 و 81 اللي هو tan x هل هاي اول شيء مدخل للكالكيليتر عادي هل هنأمل الكالكيليتر بتروحه tan x هاي tan هاي x equals 2x minus 3 وبتعمل هلا shift solve اوكي فبحط equal تسلنا شمي هاي calculator can't solve اوكي هاي can't solve بالاسف خلينا اجرب مثلا كمان مرة solve هو مش كل الكالكيليتر زي انت عارفت بقدروا خلينا نحط مثلا 3 اوكي وخلينا نحط مثلا 5 اوكي واجي نكون مع الكالكيليتر بتلاقي الصعوبة انها تحلى بس بتحلى بس بتحلى بس اوكي بس اوكي ان روحت على دسموس بطل انه رسمتها تطلع هاي بطلع عندك 4.88 اوكي هاي لي point of intersection وهي فانت بس انت لانه بتدكيها بال positive domain اذا بطلع عندك الجواب 4.55 اوكي بس الكالكيليتر خلينا نجرب for the last time تحط هاي تحط هون tan هاي هون تحط alpha x close the bracket بعد ذلك تحط alpha equals 2 shift x minus 3 تحط هون shift solve اوكي هلا حط value مثلا قريبه لها يخلينا نحكي مثلا for to if it can't solve or if it can't solve اه it can't solve again so the calculator here it failed بس قولني لعد the graph that will give you the correct answer خلص then you're done اوكي check the mark scheme طلع the mark scheme نفس the graph 4.55 if you are done good to go اوكي فبنتك تشوف انت كيف يعني مش شرط دائما الكالكليتر يعني يعني مش شرط اظن الصوب بس اظن الكاسيو الاكبر بتحلها يعني فيه الكالكليتر تانية اوكي خلي اطلع لك just for a second are the other calculators not even guaranteed فممكن على الكالكليتر 9931 بحلوها اوكي بس بس anyways you see how we solve this question very simple stuff اوكي out of 7 stars